السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيه كتاب بيتكلم عن عمارة الاحتلال لأيال وزرمان وده شخص اسرائيلي فهو بيتكلم عن سياسة الاختصاب للأرض الفلسطينية من منظور العمران والهندسة المعمرية وازاي ان البنية التحتية والتخطيط العمران والجوارفية دي ادوات اساسية في السيطرة على اصحاب الارض وتوسيع المغتصبات زي استغلوا الجوارف الطبيعية والبيئة المبنية لاغراض سياسية وعسكرية مما يعزز نظام الاحتلال واغتصاب الارض زي الجدار الفاصل وانشاء المستوطنات تقسيم التركات طيب خلينا نشوف كده الملخص بسيط جدا كده من سبع صباحات بيتكلم عن السيطرة بشكل عمودي يمكن ان يسحب المياه والموارد الجوفية للمكان الموجود فيه يعني ممكن يكون فيه اراضي فلسطينية وعمل مغتصبة المغتصبة دي بتسحب الموارد الطبيعية من تحت الاراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او في غزة او في الاردن بحيث ان هو يقيد وصول الفلسطينيين لهذا المورد الحيوي في موضوع الفصل ودلوقتي بدأ يعمل طرق خاصة للاهل الارض الفلسطينيين وطرق اخرى اللي بيحمله الجنسية الكيان بحيث ان هو في اي لحظة ممكن يوقف الطرق بتاعة الفلسطينيين ويمنحهم من الانتقال من مدينة لمدينة في معبر مثلا اسمه كلندية ده نقطة التفتيش الرأسية بين الضفة الغربية والقدس فلو في اي حدث موجود في القدس يمنع مرور الفلسطينيين للمكان دوت دي مساحة معمرية الشديدة تحكم وصمام التنظيم حركة الفلسطينيين لما شفت الصور بتاعتها حاجة رهيبة يعني ما شفتناش زيئة في ايام الناسية بحيث ان لو انت معك البسبور او معك الجنسية تقدر ان انت تتعدي بسهولة انما الفلسطينيين بيبقى فيه تغبير وفيه نقطة تفتيش صعبة جدا انه تقدر تلف بشكل مطول جدا في موضوع الحدود المستوطنات وغيرها من هياكل بشكل استراتيجي في المناطق المتنازع عليها لتأكيد الهمانة والمطالبة بالارض وبالذات الامكان العالية والمرتفعة بحيث ان هو يبقى مسيطر وشايف كل الاراضي الفلسطينية وممكن يكون عندك مستوطنات فلسطينيين هو يروح غرس لأكواء احدى في النص كده عشان يزعج الناس التخطيط البصري بيخترر من السلطانات تكون عالية على كمهم اتلال وبيخلي السقف تحت حالونه احمر بحيث لو حصل اي حاجة يقدر يضرب الاراضي الفلسطينية وتجنب الاراضي التابعة لكهين وطبعا هو بساطر على الاماكن العالية فيقدر ان هو يرائب المجتمعات الفلسطينية كلها وهو ده نوع من انواع الهيمنة البصرية والضغط النفسي بحيث ان انت تشافوا كل ما تجد تشوفوا لازم تبص لفوق تحريف ذاكرة المكان وده ان شاء الله نكلم عنها بالتفصيل مثل ان هو يغير اسامي الشوارع كلها اسامي المعطق كلها اسامي المدن ويبدأ يدور على اسم مدينة كانت موجودة في العهد القديم ويبدأ ان هو يختار اي مكان عشوائي ويقول لك هو المكان ده الاسم كذب نفس الاسم اللي موجود في التوراة رغم ان احنا لو دورنا هتلاقي ان المكان ده ما يكونش موجود في المطادي خالص نهائي يعني كل الاثار بتقول ان هو موجود في مكان تاني خالص على بعض الاف الكيلومترات لكن هو يروح مختار الاسم الآت زايد ان الفلسطين مثلا مشهورة بزيت الزيتون هو يحاول يزرع السنوبر السنوبر يعني ما عرفش هالمقصودة ولأ لكن السنوبر شجرة بيبقى زلول بتاعتها كثيفة فبتموت النباتات الأصلية المستوطنة زيت الزيتون اللي موجودة في المكان لأشجار السنوبر الاوروبية لان هم اصلا اغلب اللي موجودين بش اصلهم من بني اسرائيل ولا اصلهم من فلسطين دي قبائل الخزر الاوروبية اللي بعد ما حصل مشاكل راحوا اوروبا زي بولندا والمانيا فهي الثقافة بتاعتهم هي ثقافة اوروبية لا تنتمي ولا عبرهم عاشقوا في فلسطين فهم بيحاولوا ان هم يقطعوا شجر الزيتون ويزرعوا السنوبر بحيث ان هو يغير المنظر الطبيعي وغير كل حاجة وده بموت الاعشاب وبينفر الى اغنية فده بيقدل تعطيل ممارسات الرعاوية الفلسطينية تحريف الجغرافية بيبدأ يغير رسم الحدود بحيث انه مستوطنة جديدة ومستوطنة جديدة وطبعا الخريطة فيها تحريف لان هو بيحط المرتفعات الجولان اللي سيطر عليها من سوريا فدي يعني نظرة سريعة لكن الكتاب غني جدا بالمعلومات نتمنى ان احنا نقرأوه بشكل موسع ونفهم الاخر بكلمة زي ولغته عملة ايه ونكتشف ان العمارة بتاعتهم لا تنتمي ولهم نفسهم ينتموا لهذه الارض ترجمة نانسي قنقر